ايه زيكم حباب قلبي جيجي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى روحنا حديقة الحيوان برضو مع الولاد قلنا برضو قبل الامتحانات كده بس كان في مفاجأة النهاردة في حديقة الحيوان عند بيت الاسد هنشوف مفاجأة 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 عايز اقولكم انا مش مصدقة اللي انا شفته لغاية دلوقتي ولازم تشوفه معايا لازم اول حاجة احنا دخلين كده على حديقة الحيوان زي ما انتوا شايفين دي كده سلمة دي ملاهي للاطفال موضبينها الوقتي حلوة قوي بقت جميلة ودي وعدة هي بتدرب بتحسبه حقيقي بتحسبه حقيقي الارد ده عاملينه برضو كده الولاد تستور جنبه ودي عربيات اهي برضو حاجات حلوة بقت فسحة حلوة والشمس طبعا جميلة اليومين دول وجو مدفي وجو جميل ودي بقى ملاهي كبيرة كمان اهي بصوا عاملين فيها حاجات كتير قوي قوي احنا ماشيين مع بعض كده واحدة واحدة علشان تشوفوا الصعقة اللي انا شفتها عندي بيت الاسد اه وده هنا غزال بصوا انا هعرفكو على الحيوانات ايه رأيكو بقى بما ان انتو بقى لكو كتير ما شفتوش الحيوانات ولا زرتوها ولا تطمنتوا عليها تطمنوا عليها عن حسي ايه رأيكو هطمنكو على الحيوانات طبعا انا مروحتش عندهم وايدي فاضية لا اخدت لهم معي جزر وخص عشان طبعا ما ينفعش ادخل عليهم وايدي فاضية طبعا انتو عارفين جي جي صاحبة واجب يعني فلازم ان انا وجب معيهم يعني فكتو اخدالهم جزر وخص وزبطت الدنيا يعني على اساس ايه نأكلهم برضو بقى انا كتير ما شفناش الناس وانه ولا تطمننا عليهم المهم دي الملاهي بصوا الملاهي كبيرة او ازاي ده هنا كمان بيت الزواحف اهو زي ما انتو شايفين كده هو ده من بره احنا ما دخلنوش من جوه وده كده حصان اللي هو صغير ده اعريكوا الحيوانات كده نشوفها مع بعض كده واحدة واحدة اهو كنا بنأكله برضو ودي اسمها لامة اللامة دي خليط ما بين الجمل وما بين الخرفين يعني الاتنين على بعض جابوا المخلوق ده يعني ودي اللي هي الكونغو دي او حاجة زي كده جينا عندي بيت الاسد وهنا جات المفاجأة اول حاجة الاسد هنا رايح جاي رايح جاي لانه شامم ريحة الاكل جاية او يعني اللحمة اللي جاية لهم فشامم بقى ريحة اللحمة عم يرايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي ومش دي المفاجأة احنا بس واحدة واحدة كده هنشوف مع بعض كل حاجة بجد هتصعكو عايزة كل الرجالة محدش يجي هنا خالص عشان ده الفيديو ده يعني ايه اه بلاش بلاش انتو بقى ماشي المهم ده بقى كده خطحة اللحمة بتاعتو هاي وعمال يأكل والدنيا تمام التمام لغاية دلوقتي يا جيجي طب وفين المفاجأة اصبروا بس علي وهنا ده النمر على فكرة النمر شكله حلو قوي على الحقيقة على فكرة لونه سبحانه الله جميل جدا وده أسد تاني عمال يأكل وهو زي ما انتو شايفين برضو اه ودي برضو أسده بس بتاكل لوحديها برضو اهي ده اللي قفاص كده بتاعت القصود واحدة واحدة زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده تعالوا بقى هنا من اول المفاجأة اهي ايه يا جيجي بصوا لو انتو ملاحظين ده الأسد انما مرات الأسد هي اللي بتاكل انما الأسد ما بيكلش بصوا بقى هو ده بقى المنظر اللي انا عايز اقولكو عليه بصوا الأسد واقف والست هي اللي بتاكل وهو واقف بصوا على جنب بصوا مداري وشه ازاي وهي تقول له ما تاكلش يعني فضيعة فضيعة هي فضيعة بجد فضيعة يعني انا مش متخيلة أسد الأسد بجلال يتقدروا خايف من الأسداية بص قاعدة تاكله بتصغر له وهو بقى وقف يعني مسكين على جنب وما يقدرش بص بص بتصغر له ازاي اهي بص بتصغر له قامل تضربه انتو متخيلين بتضربه عشان بس بيبص لها في اللقمة انتو متخيلين المنظر؟ انا مش متخيلاي لغاية دلوقتي مش مصدقة اللي انا شايفه ده اي حد يقول انا أسد مفيش أسد من هنا ورايح مفيش حاجة اسمها أسد بص بقى جي الحارس بيدرابها لان هي بتتغابة عليه بتتغابة على الأسد وبص بص بص الحارس بيدرابها ازاي؟ هي غبية بجد يعني بص بص لما يجي عايز يأكل مش بتديله فرصة هي غبية جدا هو الحارس ده لهو حتة لحمة ليه هو بصي عايزة تهجم على الحارس يعني بصي بصي هتلفله من ناحية التانية اهي بصي بتلفله من ناحية التانية هتضربه وتاخد منه حتة اللحم بصوا 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 قوية وفين بقى الأسد هنا بصي بصي بصوا خدت حتة اللحم بصي شدها من بق وهو مش قادر عليها والله ما قادر عليها بصوا بصوا هو يعمل يشد والحارس يعني يعمل يشتم خدتها بصوا القوة والاقتدار ومعايها على فكرة شايفين دي قوة شخصية قوة شخصية شايفين زبطوا الأداء الأسد ما يقولش أنا أسد أدي الأسد أخرة الأسد طبعا هو بقى بيشتموا الوقتي وبيقول له ابعد بقى ابعد بقى عشان انت بقى ايه يعني بصراحة غزلتنا خالص يعني بصراحة عريت الرجالة امشي عمال يشتموا بيقوله تديله تديله وهي رياها تيجي جب بيقوله ديه اديله تاني اديله عشان تشبع طبعا هو متضايق منه أول حارس يعني بصراحة بصراحة الموقف وزيع بجد بجد أنا مش مصدقة بجد بجد كويس قوي انك معها الكاميرا علشان أي أسد يقول لأنا أسد ما يقولش أنا أسد تاني ماشي ولا مش ماشي شفتوا بقى مفاجأة ولا مش مفاجأة عن تبيت الأسد والله أنا مش مصدقة والله بصي هي في بقىها وبرده بتصغر له يعني لو انتوا شايفين وهو بقى معا لحمه بس سبحان الله يعني بصوا ده بقى ده تاني بقى هو هي خلاص ده قفص لوحده ده قفص تاني بصوا بقى هي قعدة بتاكل دي برضو واحدة تانية قعدة بتاكل وهو بيلحظ بس في اللحمة ما بيأكلش اللحمة لما وإحنا بقى ماشيين لما سألنا الحارس هو ليه الأسد ما مكلش يعني ما بيأكلش وهي بتاكل قال لأ هم أصلا في الغابة هو بيصطد الفريسة وبعد كده هو بيخليها هي تاكل وفي الآخر هو ياكل يعني متخيلين بقى سي السيد اللي هو يا أمينة والكلام ده كله ويقعد هو اللي يأكل وبعد كده هي تاكل بعديه لا الكلام ده خرافات يعني تخيلوا انتوا الأسد تعالوا نرجع بقى للحيوانات عشان طولت عليكم على الأسد بس كان لازم أقول لكم على موضوع الأسد ده تلع كبير 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 نرجع مع بعض تاني بص الغزيل جميل ازاي بجد حلوة قوي الغزيل دي بقى بومة اللي ما يعرفش البومة قادي البومة اتعرفوا عليها ده هنا فراخ بس شكلها زي ديوك الرومي كده اسمه دجاج مش عارفة ايه كده ووادي وحاجة زي كده في منه الأبيض وفي منه الأصمر زي ما انتوا شايفين كده هو بالشكل ده على فكرة الجنينة حلوة قوي واليومين ده الريئة كده والدنيا حلوة وده فهد ده الفهد مش النمر ده الفهد وده بص بقى تذكر اللي هو النورس ده اللي هو اسمه ايه طاوس بصوا الطاوس جميل ازاي والوانه حلوة وشيك كده وامور ازاي ده بقى بط كده ملون شكله برضو جميل لكنه عايزي ترسم ودي البجعة هانم البجعة اهي بصوا رقبتها طويلة ازاي الفصحة حلوة على فكرة في جنينة الحيوانات قلنا بقى قبل بقى رمضان وقبل الامتحانات وقبل الزحمة وقبل الدوشة برضو لازم كده الواحد يخرج كده شوية ويفك وده البجعة ده شكله اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو الجنينة حلوة على فكرة جميلة قوي وممتعة والشمس جميلة وجو حلو قبل ما ييجي الحر الجامد ومتعرفيش تخرج فيها لما بتبقى شمس حمية قوي مبتعرفيش خالص ده طووس برضو نوع من انواع الطووس اهو بصي دي بقى ممر كده برضو مع الدين كده عليه جسر كده مع الدين عليه بصي سيد اشتا عايز اقولك بقى انا كنت يعتبر قدامه بصي سيد اشتا اهو بصي بيفتح بقى كبير 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 بسي شكله معفل اهو بصي بقى ده سيد اشتا هو والعائلة الكريمة سيد اشتا ولادي كانوا بيحبوا يتصوروا معه او بيحبوه مش عارفة ليه اما يروحوا عايزين نتصور مع سيد اشتا ويأكلوه او بصي بقوا يغتا 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 كل ده بقى تعالوا نروحوا حتة تانية بص ده بقى اسمه ايه اللي هو الطور ده الطور ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دبا سودة ودبا بني ودبا بيضة ودي الزرافة بص الزرافة عليها لسان شفت لسانها فجأت بلسانها اول مرة كده لقى لسان بص بص لسانها ورقبتها طويلة وطويلة قوي قوي بس الوانها حلوة الوانها جميلة طبعا انا شايلالكو الصوت علشان الدوشة والسويت ومش هتفهموا اي حاجة من الوش بتاع الجنينة فقلت بقى اشيل الصوت وزبط لكو انا بقى الدنيا ايه رأيكم بقى اهو زي ما انتو شايفين كده اهو بصوا بس كان زحمة قوي كان فيه ناس كتير قوي قوي وقفة كان زحمة دي بقى جبلية القرود الناس كلها اللي بتحب تروح تتفرج على القرود وهما في الجبلية انا جبتلكوا بقى جبلية القرود بذات نفسي اميها جبتلكوا هيبصوا القرود بقى فيها بقى بيتنططوا حط اللهم رجيح وحط اللهم حاجات ومدلعينهم يعني اخر دلع طبعا احنا لما روحنا ما شفناش كل الحيوانات لاني كمان ايه لفنك يعني مش قادرين بقى نمشي يعني فما لفناش قوي يعني بس جبتلكوا حيوانات كتير اهو يعني هما بقى زعلين ما شفناش الفيل ما شفناش كلب البحر ما شفناش مرة جاية كويس قوي قوي ان انا صورت لغاية كده بس 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 بيأسقز فول سوداني وبياكل موز وولادهم بسي ولادهم الصغيرين ماشيين وراهم ازاي بس دماغ بيعملوا حاجات بتدحك بجد لا جميل يعني عايز اقولك حلوة قوي برضو والاعدادك هناك كتير وحلوة وقابل بقى ما تنشغلي زي ما قلتلك كده غيري كده جو عملتلكوا الجولة النيلية وقادي كمان الجولة بتاعت حادي كتير حيوان وكل عيد ام وانتو بقى الف خير ودي كانت رحلتي بقى في عيد الام بقى الفسحة بتاعتي بتاعت عيد الام فسحتهم وفسحوني وروحنا عندي ارد تاني اهو زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده ده انوع برضو من انواع القرود بس اصمر كده شوية اهو بس بقى وهو بيتنطط بقى في جوه بقى وعمال عمل شاء لبزوت اهو كده بقى خلاص كده هنمشي بشتروا بقى لعب من هناك وحاجات وهنا ده برضو التور برضو نوع من انواع التور وده هنا الكلب اللي هو اسمه